القرآن يقول عنهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تدري ليش؟ لأن كل المعادلات اللي وضعها الله سبحانه وتعالى في الحياة لا بد أن تنتهي إلى ربحك فإذا مع ذلك واحد خسر فعلا هذا إنسان جهنمي المعادلات اللي الله خلاها سبحانه وتعالى في الحياة كلها تنتهي إلى ربحك يريد يبغي يوديك الجنة من خشمك جرك غصبا عليك فإذا إنسان مع ذلك ما راح وخفت موازينه شون تقول أنه يريد يوديك الجنة غصبا عليك يقول لك إذا سويت إذا ما سويت عمال بس نويته يسجل لك العمل بس نويت والله أريد يا أريد الله يرزقني زيارة رسول الله هذا الآن تسجل إليك العمل خلاص نكتب إليك زائر رسول الله يا ليت أحصل لي عمرة في رجب تقولها صادقا تتمنى ذلك حقا سجل إليك عمرة فبالنية أنت تقدر تترس ميزانك حسنات بس بالنية إنوى الخير ينترس ميزانك إذا واحد هالشكل ومع ذلك خفت موازينه هذا غير يحتاج إليه ماذا يحتاج إليه هم في جهنم خالدون واحد بالنية تقدر تترس ميزانك حسنات وتخليه ثقيل إجيت سويت العمل نيتك محسوبة إليك عملك أيضا شنو محسوب إليك مو مرة واحدة وإنما محسوب إليك شنو أقل شيء عشر مرات وأكثر شيء بلا حدود عشر مرات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أكثر من ذلك سبعمائة مرة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغيره حساب فإذا واحد أبو العشرة ما فات فيه أبو السبعمية ما فات فيه مضاعفة الحسنات بما فات فيه آلاف الآلاف اللي ماتن حسب بغير حساب الأرقام توقف ومع ذلك راح إلى نار جهنم هذا حقيقة مو إنسان خاسر